مرحبا بكم إلى تفاصيل انفضت القمة الثلاثية التي جمعت روسيا وتركيا وإيران في أنقرة وفي مفردات الاتفاق الذي أعلن عنه بعد هذه القمة تكشفت أجندة المجتمعين عنوان هذا الاتفاق يتحدث عن غدم السعي إلى خلق وضع ميداني جديد في سوريا تحت ستار محاربة الإرهاب فعلى طرف كل طرف من الأطراف الموجودة في القمة الرضا بما تحت نفوذه وسيطرته أما فيما بين السطور التصريحات التي صدرت عن القادة توضح مدى الخلافات التي تكتنف الاتفاق التي جرى فالرئيس التركي عازم على الاستمرار بحملته العسكرية حتى القضاء على الإرهابيين والسيطرة على منبج والرئيس الروسي لم يمانع من وصول المساعدات الإنسانية ولكنه يرفض تسييسها أما الرئيس روحاني فلم يخفي مدى زعاجه من الوجود التركي في عفرين وطالب بتسليمها للنظام السوري وما بين الاتفاقات الظاهرة والخلافات التي يبطنها المجتمعون في أنقرة تم تحالة الملف السوري إلى اجتماع جديد في طهران فهل سيعمل المجتمعون على تطبيق بنود ما اتفقوا عليه في القمة أم أنها ستكون كسابقاتها اجتماع يتلوه اجتماع وما بين الاجتماعين تفقد الفصائل مزيدا من المناطق وهل من الممكن أن يرى الحل السياسي المنشود النور على ضوء ما أقره المجتمعون أم أن لروسيا وطهران رأي آخر في ملفنا الثاني لتفاصيل اليوم بعد طول جدال واجتماع مع قادة الأمن القومي الأمريكي وقع دونالد ترامب قرار تمديد وجود قواته في سوريا ترامب الذي لم يعد يعرف هو نفسه سياسته تجاه الملف السوري نتيجة التباين الكبير بين تصريحاته وأفعاله فبالأمس أكد على ضرورة سحب قواته من سوريا واليوم يمدد لوجودهم تخبطات في القرار تشيع عن عمق الخلافات داخل الإدارات الأمريكية حول بقاء القوات أو سحبها فلماذا أعلن ترامب نيته سحب قواته وتراجع عن ذلك هل جرت ضغوطات من داخل إدارته لاستمرار بقاء القوات الأمريكية أم أن تصريحاته كانت الاستهلاك الداخلي لا أكثر وإلى أي مدى يمكن للقوات الأمريكية أن تبقى في سوريا ترجمة نانسي قنقر أكد البيان المشترق القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية على دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية وعلى ضرورة عمل المجتمعين لتهيئات الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وأنه يجب التعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا أزل السيتار على القمة الثلاثية التي جمعت روسيا وتركيا وإيران أما مخرجات هذه القمة فهي عبارات اعتاد السوريون على سماعها بعد كل قمة من هذا النوع الحفاظ على سيادة الأراضي السورية السعي لإيقاف إطلاق النار إحلال السلام والاستقرار في سوريا تهيئة الأوضاع لعودة اللاجئين والمهجرين والعمل على حث كافة الأطراف للوصول إلى الحل السياسي المنشود ولكن واقع الحال على الأرض لا يشي بقيام الأطراف المجتمعة على تطبيق ما اتفقوا عليه في قمتهم فمنذ انعقاد قمة سوتيشي التي جمعت بين الرؤساء الثلاثة إلى القمة التي عقدت اليوم في أنقى خسرت الفصائل المقاتلة الغوطة الشرقية وأضحت الغوطة أطلالا خالية من دون أهلها بعدما جرى بها من قصف وقتل ودمار قمة بدى فيها كافة الأطراف متفقين على المبادئ التي تحقق سلام واحدة الأراضي السورية وفي تفاصيل أجندة المجتمعين يرى مراقبون الخلافات ظاهرة فيما بين سطور تصريحاتهم ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة التقدم في مناطق من أسماهم بالإرهابيين حتى الوصول إلى منبج والسيطرة عليها كان الرئيس الإيراني قد وافقه في المفردات وخالفه في المعنى إذ أكد على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى إخراج من وصفهم بالفلول الإرهابية من سوريا فالإرهابيون في مفهوم أنقرة يختلفون عن الإرهابيين بموافهوم طهران فالعملية التركية التي قامت لمكافحة الإرهابيين في عفرين كانت موجهة ضد وحدات الحماية الكردية أما طهران فحربها مستعرة على الفصائل المقاتلة وتدعم هجمات النظام على المناطق التي يسيطرون عليها التلفزيون الإيراني كشف الأجندة التي كان الرئيس الإيراني حسن روحاني يحملها إلى أنقرة فالقوات التركية في عفرين أنهت مهمتها ومن الواجب عليها تسليمها للنظام وعلى كل قوات خارجية الإنسحاب من سوريا والجيش التركي ليس استثناء من هذه المطالبات الإيرانية الرئيس الإيراني تجاوزت طموحاته البيان الختامي الذي أعلنه المجتمعون ليعلن عن انتهاء الحرب في سوريا نهاية يقول السوريون إنها كتبت بدماء مئات الآلاف الضحايا وتهجير الملايين من ديارهم أما الملف السوري فسيتم نقله إلى القمة القادمة التي أعلن عنها المجتمعون في طهران وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن المناطق الجديدة التي ستخسرها الفصائل وكم الدمار والقتل التي سيطال المناطق التي سيسعى النظام للسيطرة عليها حتى حلول القمة القادمة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول إسلام أوزكان الكاتب والمحلل السياسي ومن موسكو الكاتب الروسي الدكتورة إلينا سوونينا وينضم إلينا أيضا من لندن الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو دوح مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل أبدأ مع أحمد أبو دوح من لندن كيف تنظر إلى هذه القمة ما الذي لفت انتباهك من نقاط اتفاق وخلاف أتصور أنها كلها قمة اختلاف وليست قمة اتفاق هذه القمة هي قمة إدارة ما نستطيع أن نسميه اليوم وبات واضحا الحل العسكري مات الحل السياسي الذي بني على قاعدة البيان 225-4 وقرار 225-4 وبيان جنيف واحد وبالتالي كل المؤشرات اليوم وموازين الصراع لم تعد قابلة لحلها وفقا لهذا الحل ثانيا أتصور أن هذه القمة بمصارين المصار الأول هو مصار اختلاف كبير في الأجندات بين أنقرة وطهران وموسكو فيما يتعلق بسوريا لكن هناك مصار اتفاق بين القوى الثلاث فيما يتعلق بمعادات الغرب الأوروبي والولايات المتحدة ثالثا أتصور أن هذه القمة لم تأتي بجديد لم تضع على الأرض قواعد جديدة وإنما هي قمة إدارة الحرب وليست إنهائها طيب عندما نتحدث عن إدارة حرب أستاذ أحمد هل هذا يعني أن مناطق أخرى ستشهد معارك عسكرية أو تمدد لنفوذ إحدى الدول الثلاث المجتمعة هل هناك توافق على آلية عمل معينة بين تلك الدول برأيك أم أن كل يغني على إلي الله ووفق مصالحه بالطبع يعني نحن شاهدنا منذ سقوط حلب في 2016 أن هناك آلية متزنة تماما يعني تسير بالسنتيمتر وشاهدنا ذلك أيضا في معركة الغوطة عفرين يعني هناك تقدم بالأمطار محسوب بين روسيا وتركيا روسيا في حرستا وجنوب الغوطة وتركيا في عفرين واليوم هي تتحرش بمنبج وتل رفعت لكن في نهاية المطاف أتصور أن هذه القمة وضعت حدا لهذه الآلية وهي قمة كانت تطمح إلى أن تضع قواعد جديدة لما بعد مرحلة الغوطة ولكن في نهاية المطاف نحن لا نعرف بالضبط أو لم يعلن المجتمعون بالضبط ما هي هذه الآليات الجديدة وأتوقع أن بالطبع ستسقط مناطق قادمة هناك تعنت إيراني فيما يتعلق بخروج جيش الإسلام إلى القلمون الشرقي ربما يكون القلمون الشرقي هو القادم ربما تكون إدلب ربما تكون درعة أو ريف حمص أو ريف حما لكن لا نعرف إلى الآن لكن ما هو مؤكد اليوم يعني طوال هذا الوقت الذي سيفصل هذه القمة عن القمة المقبلة بالطبع يعني سيسعى النظام السوري ومعه إيران وروسيا إلى حسم الكثير من المناطق المقبلة طيب أنتقل إلى دكتورة إلينا سوبينينا الكاتبة الروسية من موسكو مرحبا بك معنا دكتورة هل تتفقين مع ما قاله سيد أحمد من لندن بأن هناك نقاط تباين وخلافات بين الدول الثلاث كانت واضحة من خلال كلمات الرؤساء الثلاث في عقب اجتماعهم أم أنك ترين نقاط إيجابية ونقاط اتفاق؟ بطبيعة الحال موسكو تنظر إلى هذه القمة كقمة ناجحة على أي صعيد؟ على صعيد الأمني والعسكري كما ألمح أم على صعيد التنسيق أم على صعيد الحل السياسي القادم إلى سوريا؟ أنا أتفق مع ضيفكم الذي قال بأنه الآن الحديث هو أكثر شيء عن إدارة الأزمة في سوريا وليس عن إنهاء الأزمة ولكن ليس لأنه ليست هناك رغبة من قبل مشاركين في هذه القمة أبدا وخاصة روسيا تريد أن تنتهي هذه الحرب استمرار الأزمة في سوريا ليس لصالح روسيا ولكن هناك لعبين آخرين هناك قرار واشنطن ببقاء في سوريا وهذا يرافقه نوع من التناقض التقليدي أصبح لدى إدارة ترامب فروسيا تريد أن تنهي هذه الأزمة ولكن علينا أن نعترف أنه ولكن يبدو أن المهمة صعبة خاصة مع تصريحات اليوم يعني الرئيس بوتن ربما كان الأكثر ربما توازنا في تصريحاته الرئيس الإيراني طلب تركيا بالتنسيق مع النظام وبالانسحاب من عفرين وما إلى ذلك في إشارة واضحة إلى الخلاف على ما تسعى إليه تركيا أما الرئيس فلاديمير بوتن ركز أكثر ما ركز على موضوع تنظيم داعش وهذا ما سأسألك عنه دكتورة إلينا عندما يقول بوتين أن التحالف الدولي لم ينجح في القضاء على تنظيم داعش وأن هذا التنظيم ربما في إشارة يعود من جديد ويقوم بعمليات جديدة في سوريا ماذا نفهم من هذه التصريحات وألم يعلن هو نفسه الرئيس بوتن النصر على تنظيم داعش في سوريا كجزء من محاربة تنظيم داعش ليس فقط روسيا أعلنت النصر على تنظيم داعش أمريكان كمان أعلنوا ذلك ولكن فيما بعد بدأوا يتكلمون حول بقاء خلايا حول بقاء مجموعات مسلحة تابعة للداعش ليس لدي شكة وأعتقد للآخرين أيضا أنه تم القضاء على داعش كخلافة كاذبة كتنظيم له أراضية وله نعم من الإدارة المحلية تم القضاء على هذا الشيء هناك من يرى أن هذه التصريحات دكتورة إلينا تحمل في طياتها ربما أي مبرر لبقاء قادم لروسيا أو ربما يلوح بأن وجود روسيا في سوريا هو لمواصلة الحرب على داعش وغيرها وأخواتها كيف تنظرين إلى هذه النقطة؟ لا أعتقد بوتين فقط كرجل سياسي وقعي تكلم عن حقائق لأنه يمكن تخلطون ما بين روسيا وأمريكا أمريكا أنهم بحاجة للتبرير من أجل بقائهم في سوريا ويقولون أنه لحتى الآن هناك داعش وبقايا ربما نخلط ولكن الأمور لم تعود تحتمل اللغة دكتورة إلينا خاصة مع توسيع قاعات التنظيمات الإرهابية وفق القائمة الروسية يعني كان داعش أصبح داعش والنصرة أصبح داعش والنصرة وفيلق الرحمن وأحرار الشام وجيش الإسلام أصبحوا جميعهم في القائمة الروسية إرهابيين ولا نعلم المناطق القادمة سأعود إليك دكتورة إلينا دعيني أنتقل إلى السيد إسلام أوزكان الكاتب المحلل السياسي من إسطنبول الرئيس التركي مرحبا بك بداية الرئيس التركي كانت كلمته واضحة ونية لا تحتمل اللبث أن عمليات تركيا العسكرية مستمرة وهذا ما ألمح إليه الرئيس الروحاني وقبل قليل وزير الدفاع الإيراني قال ندعو تركيا على نية وزير الدفاع أمير حاتمي الإيراني يقول ندعو تركيا لتسوية قلقها الأمني في شمال سوريا مع حكومة دمشق والمقصود النظام السوري هل هذا فعلا يعكس تباين الرؤى بين إيران وتركيا فيما يخص الملف السوري؟ نعم طبعا هناك خلافات بين الأطراف الثلاثة ليس بين إيران وتركيا فقط حتى بين روسيا وإيران ولكن هذه خلافات أظن يمكن حلها ونحن نرى عندما القينا نظرة على الوتيرة التي حصلت في سوريا على الأرض نحن نرى أن كلا الطرفان يسيران في طريق منزلق جدا وهناك بعض الأزمات وهناك بعض المخاطر في هذا الطريق ولكن كل الأطراف تركيا تريد تحسن علاقتها أكثر فأكثر تطور علاقتها أكثر فأكثر مع روسيا وروسيا أيضا لغبة في هذا الموضوع هذا سيد إسلام بالخطوط العريضة أنت تتكلم بالمجمل نحن نريد أن نقف عند النقاط أبرز النقاط التي ربما تم الاتفاق عليها سأركز على هذا الموضوع لو سمحت سوف أتطرق إلى هذا الموضوع بداية نحن نركز على المجملات بعدين ننتقل إلى الموضوعات أكثر خصوصية نحن عندما نرى أن نتناول موضوع العلاقات بين روسيا وتركيا نحن شاهدنا أن هناك عطاء والأخذ أو تنازل بشكل متبادل بين الطرفين يعني كل الطرف بحاجة إلى الطرف الآخر اقتصاديا وسياسيا وأيضا روسيا لها استراتيجية معينة وواضحة جدا تريد أن يحصل هناك انكسار أو أزمة بين تركيا والدول الأخرى في خضم حيث شمال أطلسي يعني نحن رأينا وتابعنا موضوع الأزمة بين روسيا ودول الغربية بشكل عام أكيد من المؤكد أنه سوف تكون هناك انعكاسات على انعكاساتها على العلاقات بين روسيا وتركيا لذلك يعني كل الطرفين بحاجة إلى آخر نحن نرى رأينا هذا الموضوع روسيا برأيك توافق على استمرار العمليات العسكرية ومساعي أنقرة للمضيف عملياتها العسكرية على حدودها مع سوريا هذا واضح جدا ولكن طبعا بشروط يعني روسيا تسمح بالحكومة التركية والجيش التركي أن يقوم بعمليات عسكرية في عفلين وربما في مناطق أخرى ولكن بشروط يعني بشرط أن يسهل تركيا أو أن يتفاهم تركيا مع روسيا في موضوع إدليب أو في موضوع الغوطة الشرقية يعني هناك تنازلات بشكل متبادل بمقابل لا شيء مجاني أي صحيح بمقابل بمقابل لذلك أظن في مقابل أظن روسيا سوف تسمح أيضا في المناطق أخرى وسوف تسهل أمور الجيش التركي في المناطق أخرى في منبج أو في مناطق أخرى في شمال سوريا لذلك ولكن بمقابل يعني سوف تكون هناك تنازلات وسوف تتخلى تركيا عن بعض المطالب في سوريا لأننا نحن نرى أن إلى أي حد يمكن أن تصل هذه التنازلات؟ نجهة نظر التركي هل تصل إلى النظام؟ نجهة نظر التركي مختلف سيد إسلام والله اليوم أنا رأيت تقرير في رويترس أن يعني طبعا هذا إدعاء وأنا لا أستطيع أن أقول أنني أوافق على هذه الإدعاءات مئة بالمئة ولكن حسب التقرير الذي نشر في رويترس يقول أن حصل هناك تفاهم بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بتسليم مدينة عفرين إلى النظام السوري ولكن طبعا عني تحفظات تجاه هذه الإدعاءات ولكن أظن أن روسيا هي التي فرضت أو هي التي جعلت إيران تقول هذا الموضوع يعني في ناية المطاف روسيا مع تسليم مدينة عفرين إلى النظام السوري هذا شيء واضح توافق على هذا الموضوع أنتقل إلى أحمد أبو دوح من لندن أحمد تسمعني تسمعني جيدا يبدو أن هناك مشاكل بالصوت تسمعني الآن جيدا سمع سمع طيب تمام استمعت إلى ما قاله سيد إسلام أن تركيا ربما أو ألمح إلى أن هناك موافقة تركية في سياق التنسيق بين الروسيا وتركيا بالملف السوري أنها موافقة على الانسحاب من عفرين مقابل تسليمها للنظام السوري إلى أي درجة يمكن أن يتنازل الأتراق أكثر في سبيل تحقيق هدفهم وهو إبعاد الوحدات الكردية عن حدودهم والسيطرة على الشمال السوري إن صح التعبير ليست سيطرة عسكرية ولكن إبعاد الوحدات والدخول في منطقة آمنة على الحدود مع سوريا سأعود إلى هذا السؤال لكن دعني أرد سريعا على الدكتورة سوبونينا في فكرة أن روسيا تريد إنهاء الحرب روسيا لا تريد إنهاء الحرب إلا بعدما تتمكن من خلق آلية دولية جديدة لحل سياسي هي تتبناه أو تشرف عليه وكانت تطمح في أن تكون آلية أستانا هي الآلية بجوار آلية سوتي لكن إلى الآن يبدو أن الروس فشلوا في إقناع الإيرانيين والأتراك بالمضي في هذا المصارب أعتقد ذات الفكرة هي ذات الفكرة تقولها أيضا دكتورة إلينا صحيح دكتورة؟ ذات الفكرة لا بالعكس أنا أقول أن روسيا تريد إنهاء الحرب إنهاء الحرب بعد تهيئة الظروف إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ولكن بالتأكيد أخذ بعين الاعتبار أن موازين القوى قد تغيرت لصالح الحكومة الآن بعملية سلمية وفقة ورئيسية في هذه البلاد سأعود إليك أنا فقط أردت منك تعقيب صغير أحمد تفضل أتصور أنه من أبعد يعني ليس من مصلحة روسيا إطلاقا أنتوني الحرب الآن قبل أن تصل بهذه الآلية ثانيا قبل أن تحدث شقاقا كبيرا في صفوف العلاقات التركية مع الغرب ثانيا التنقض الكبير الذي ظهر في تصريحات الرئيس لديمير بوتين حول إنهاء داعش اليوم أتصور أنه الهدف الوحيد منه الذي من الممكن أن يقبله عقل هو تفريغ الحضور الأمريكي من أي مضموض في الشمال السوري هو يقول أننا هنا بدعوة من الحكومة الشرعية بين قوسين السورية وأنتم عليكم أن تغادروا لأن المهمة الرئيسية التي أتيتم من أجلها قد انتهت هذه تصريحات روحاني أتصد لا 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 تصريحات فلاديمير بوتين حول تم القضاء على داعش أعلان الانتصار على داعش لكن سنعود إلى هذه النقطة أتصور أن الإجابة عن موضوع فرين يحمل وجهين الوجه الأول هو ما أميل إليه هو من غير الممكن أن يترك الجيش التركي هذه المنطقة في هذا الوقت بالذات أو حتى في المستقبل القريب لأننا في نهاية المطاف هو لا يملك أرضية كبيرة في منطقة غرب الفراد طالما وجدت القوات الكردية ما زالت في تل رفعة وما زالت في منبج ثانيا الأمريكيون ما زالوا يعززون مع الفرنسيين قواتهم في هذه المنطقة الوجه الآخر من الإجابة هو نعم من الممكن أن يتركها لفصائل الجيش السوري الحر لانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدف التركية دعني لا أتفق تماما مع من يقولون أن الهدف الرئيسي لتركيا هو الأكراد فقط هناك هدف بعيد المدى يتمثل في إعادة تأهيل الفصائل الإسلامية في شمال سوريا في المربع الممتد من عفرين إلى إدلب وبالتالي أتصور أن تركيا تحاول خلق منطقة آمنة في هذه المنطقة بناء عليها تقوم بفتح الطريق أمام اللاجئين سوريين بالتأكيد من المعروفة لا تقف فيه تركيا هي لا تقاتل وحدها هناك درع الفرق سابقا وهناك اليوم فصائل من الجيش الحر تقاتل قاتلت في عفرين وربما ستستمر في القتال إلى جانب القوات التركية حتى منبج ولا ندري ما بعد منبج أيضا تفضل تابع أنا أتصور ما بعد منبج من الممكن أن يكون ترتيب بين تركيا وروسيا بمعنى أن الأطراق من مصلحتهم ألا يعبروا إلى شرق الفراط لكن إعطاء هذه المنطقة إلى الروس بشكل أو بآخر بعد إذا تم الانسحاب الأمريكي بالفعل من شمال سوريا بمعنى أن تركيا ترى في إشراف روسي على الأكراد أهوا كثيرا من إشراف أمريكي لأننا في نهاية المطاف الروس سيهدئون الحمية التركية وسيقلمون أظافر مشروع التركي الكردي من إقامة أي كيان كردي مستقل على الحدود مع تركيا وبالتالي من مصلحة تركيا بالضبط أن تستمر فيها التحالف مع الروس حتى لو أتى الأمر على وضع روسيا أو بسط روسيا نفوذها على الأكراد لكن لا أتصور أن من الممكن أن تضحي تركيا بعفرين مجانا لصالح قوات النظام السوري كما دعا اليوم روحاني طيب دكتورة إيلينا أعود إليكي ربما هل توافقين دعيني أسألك بشكل مباشر هل توافقين على أن أكبر نقطة التقاء اليوم بين روسيا وتركيا وإيران هي الورقة الكردية؟ لا ليش أكبر نقطة روسيا أقصد لا تتمسك بالأكراد ولا تدعم بشكل كبير القوات أو الوحدات الكردية إيران أيضا ليس هناك تنسيق بينها وبين ميليشياتها وبين الأكراد وتركيا من المعلوم أنها على تنظيمات الإرهابية التي تصنفها والحرب ضدهم هذا ما قصدته هل هناك إجماع أو اتفاق حول إذا كنا بدنا أن نشير إلى نقطة الالتقاء الرئيسية فبعتقد هي مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي السورية فهنا تلتقي مصالح روسيا وإيران وتركيا هذه الشعارات داخل منها دكتورة إلينا الله خليك هذا عنوان عريض جدا تحته تفاصيل كثيرة تدل على عكس ذلك حتى دونالد ترامب أيضا يقول ذات التصريحات لا أبدا روسيا ليست لصالحها تفكك سوريا تركيا تشعر خطرا في هذا الشيء أيضا إيران تشعر خطرا في هذا الشيء أيضا لأن تفكك سوريا ممكن أن يؤدي إلى تفكك حتى تركيا وإلى زغزعة الوضاع في إيران موقف أمريكا مختلف أمريكا ما عندهم مشكلة كبيرة مع تفكك البلاد كما مع تفكك إيران فيما بعد وحتى مع تفكك تركيا ممكن تقرأوا كتاب جزيزكي حول هذا الموضوع دعيني أسألك دكتورة إلينا عندما يقول الرئيس روحاني يمكننا أن نقول أن الحرب في سوريا انتهت هل هذه وجهة نظر تمثل روسيا أيضا هل ترى روسيا أن الحرب في سوريا انتهت أو قاربت على الانتقاء لا هنا روسيا واقعية أكثر أنا متأكد أنه إيرانيين أيضا يفهمون صعوبة الوضع لا لحد الآن نحن عشان نعلن إنهاء الحرب برأيه لابد من التواصل لحل السياسي لحد الآن هذا غير ناضج توافقين على أن روسيا اليوم في علاقاتها مع تركيا أقرب من إيران والعكس بالعكس العكس بالعكس هذا كيف هذا أولا وثانيا أقصد علاقات روسيا بتركيا أقوى من علاقات روسيا مع إيران في موضوع الملف السوري وتركيا أيضا يعني تركيا بعلاقاتها مع روسيا هناك نقاط تقارب وتفاهم أكثر مما هي مع إيران يعني إيران هي الحلقة الأضعف لا يبدو أنتم تريدون ذلك هذا الأمر الواقع قبل قليل يقول لك الوزير الدفاع الإيراني ندعو تركيا صراحة إلى تسوية قلقها مع النظام السوري وهذا أمر جدا جدا مستبعد ويدعو جميع الموجودين يعني كأنهم بعيدين عن ما يحدث وحتى ضمن القمة أسمع رأيك لا هذا بس دليل أن التباين هو موجود ولكن كان لابد منه التعاون السلاثي هو موجود بسبب موقف روسيا المتوازن فروسيا لا تحاول وهي ليست أقرب من تركيا أو من إيران بالعكس هدف روسيا ودور روسيا أن تبني توازنات الجميع تحدث اليوم عن تضار مصالح بين روسيا وإيران هذا أمر لم يعد يخفى على أحد لا من جديد أعتقد أنه أنتم تتمنون أن تكون هناك خلافات ما بين روسيا وإيران من تقصدين أنتم؟ من تقصدين أنتم؟ يعني أنا أقول لك وقائع على الأرض التحليلات والقامة وأحداث لا طالما التعاون السلاثي موجود هذا يعني أن روسيا وتركيا وإيران تستطيع احتواء هذه التباينات من أجل الحفاظ على هذا التعاون ببساطة أنتقل إلى سيد إسلام سيد إسلام بدقيقة لو سمحت تركيا اليوم هل يمكن أن تصل بتنسيقها مع روسيا إلى تحقيق أهدافها بمقابل معقول؟ وما هو ذلك المقابل؟ يعني أظن أن تركيا تستطيع أن تحقق أهدافها في الشمال السورية بشكل محدود ومقابل بعض الأثمان لذلك لا نستطيع أن أقول أن تركيا سوف تحقق جميع أهدافها 100% وهذه الأهداف أيضا تقتصر على استجابة أو تلبية مطالب روسيا فيما يتعلق بالمجالات الأخرى لذلك لا يوجد هناك تنسيق بـ 100% ولا تركيا تريد أن تحسن علاقتها مع روسيا أكثر خاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية ونحن عندما ألقنا نظرة على تصريحات التي أدلا بها المسؤولون الأتراك في تركيا الأزمة مع الولايات المتحدة أكثر فأكثر وكل يوم كلما شاهدنا على هذه التصريحات كلما نشاهد أن هناك علاقة متطورة بين روسيا والتركيا هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أزمة ولكن التقارب مستمر والخلافات أيضا مستمرة طيب أحمد بدقيقة كمان لو سمحت أين الأطراف الأخرى الدولية الفاعلة نتحدث ربما عن الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا الدول الاتحاد الأوروبي المعنية أيضا والفاعلة في الملف السوري مع هذه القمم الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا مهما خرجت من نتائج إيجابية تلك القمم والاجتماعات والتنسيق العالي هناك أطراف أخرى أيضا معنية أين هم هذه الأطراف يتلخص موقفها في عدم المساس بالحل السياسي التي ما زالت تريد أن تقنع نفسها أنها تستطيع إدارته بمعنى أن الأمريكان وضعوا لديمستورا خطوط حمراء وقالوا له لا تتخطى هذه الخطوط الحمراء طالما لا يتخطى ديمستورا المصالح الغربية مضبونة ثانيا المصالح العسكرية اليوم الأمريكان يسيطرون على 95% من مصادر الطاقة و30% بالتعاون مع الأكراد من حجم أو مساحة الأراضي السورية ثالثا هناك غضب كبير تجاه تركيا أو تجاه التصرفات الروسية التي تحاول أن تقسم العلاقة الغربية مع تركيا وبالتالي حاول الغرب خلال يومين الماضيين عبر تصريحات دونالد ترامب بالانسحاب بطمأنة تركيا وعبر إعادة الحديث عن الاتفاق الهجرة بين الأوروبيين والأتراك لكن على ما يبدو فلاديمير بوتين وعى ذلك جيدا لذلك شهدنا تسريع التوقيع على المفاعل النووي في تركيا تسريع تسليم S-400 الدفاع الجوي لتركيا لكن دعني بس في 15 ثانية يعجل يعرض على الدكتورة سبونينة في موضوع الخلافات الروسية الإيرانية واضحة تماما روسيا تفهم أنها ليس لديها قوات على الأرض قوات على الأرض موالية لإيران وبالتالي هي تضطر لي السير وراء الأجندة الطائفية الإحلال والتبديل الديمغرافي على أسس طائفية وأيضا البلف الاقتصادي يعني الروس أخذوا كل العقود المتعلقة بالاتصالات المتعلقة بالتعديل المتعلقة بالموانئ وتركوا الإيرانيين صحيح هذه وقائع وبالتالي هناك صراعات كبيرة جدا شكرا جزيلا هناك صراعات كديدة كبيرة جدا والسياسي من لندن انتهى وقتنا للأسف وقت المحور الأول شكرا جزيلا لك أحمد وكل شكر لدكتور إيلينا سبينينا الكاتبة الروسية من موسكو كل شكر لسيد إسلام أوزكان الكاتب والمحلل السياسي كان معنا مباشرة من إسطنبول هذا فصل قصير مشاهدين ونعود للمحور الثاني من تفاصيل ابقوا معنا شكرا جزيلا للمحور الثاني من تفاصيل 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 شكرا جزيلا للمحور الثاني من تفاصيل